بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعض أحباب مع الدرس العاشر من مادة الدراسات الإسلامية للصف السادس الابتدائي قسم الفقه أركان العمرة وواجباتها أركان العمرة ثلاثة الإحرام يلبس ملابس الإحرام الطواف يطوف حول الكعبة ويبدأ من الحجر الأسود الشوط سبعة أشواط السعي سبعة أشواط بين الصفة والمروى يبدأ من الصفة وينتهي بالمروى الإحرام من الميقات الطواف حول الكعبة سبعة أشواط السعي بين الصفة والمروى سبعة أشواط واجبات العمرة الإحرام من الميقات يعني من المكان المحدد الذي سيمر عليه مثلا لو جاي من الدمام بيعد على السيل الكبير أبيار علي كل واحد له ميقات الواجب الثاني الحلقة أو التقصير للرجال يحلق شعره أو يقصره يحلقه يعني يزيله تماماً يقصره يعني يقصر بعضه والتقصير فقط للنساء تقصر جزء بقدر حبة أنمولة أنمولة يعني عقلة صابعة كده من شعرها يبقى هذه واجبات العمرة الإحرام من الميقات الحلقة أو التقصير للرجال والتقصير فقط للنساء وأركان العمرة الإحرام الطواف السعي واجباتها الإحرام من الميقات الحلقة أو التقصير للرجال والتقصير فقط للنساء درس بسيط عرفناهم لو قال لي الإحرام من الميقات واجب أم روكن هلو واجب طب الإحرام بس روكن الطواف واجب أم روكن روكن الساعي واجب أم روكن ركن إذن الأركان ثلاثة الإحرام الطواف السعي الواجبات الإحرام من المقاد الحلقة والتكسير للرجال هل يجوز التكسير والحلق للنساء؟ لا التكسير فقط للنساء في الختام لا تنسونا من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته